وإلى البرصة المصرية حيث أنهى التعاملات جلسة اليوم بداية جلسات الأسبوع وذلك بتراجع جمعين للمؤشرات للجلسة الرابع على التوالي بدغوط مبيعات المتعاملين الأجانب وخسر رأس المال السوقي 6.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 662.514 مليار جنيه وعلى صعيد المؤشرات تراجع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 1.12 من 100% يغلق عند مستوى 10.086 نقطة كما انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 1.11 من 100% يغلق عند مستوى 1727 نقطة بينما هبط مؤشر اي جي اكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 1.6 من 100% يغلق عند مستوى 2599 نقطة